الآن ماذا لو قمنا بعملية replace بعد أن قمنا بعملية update فردينا هنا في هذا المثال نحن نقوم بعمل replace أولا ثم نقوم بعمل update وثم نقوم بعمل replace إذن كيف سيكون لدينا الشكل الـ Q إذن كما قلنا في عملية replace نحن هنا مباشرة نقوم بعمل replace إذن النمبر هنا في هذه السناب شوت قيمته 0 وبالتالي ستكون لدينا 05 وبالتالي مباشرة سنقوم برجاع 5 في الـ Q بعد ذلك عندما ننتقل إلى السطر الثاني هنا نحصل على قيمة الـ state التي هي 5 والآن سنقوم بتنفيذ لأنه كما قلنا عندما نقوم بتمرير updater function فنحن هنا نخبر react بأن تفعل شيء بالـ state لدينا هنا قيمة الـ state 5 نريد أن نقوم بفعل شيء ما هو هذا الشيء نريد تنفيذ هذه العملية الحسابية موجودة هنا أن زائد 1 وبالتالي سيكون لدينا 5 زائد 1 فتقوم برجاع لنا 6 الآن عندما ننتقل إلى هذا التعليم البرمجية الموجودة هنا إذن نحن هنا نقوم بعمل replace قيمة الـ number state هي 6 لكن لسنا بحاجة إليها فنحن هنا نقوم مبسطا بعمل replace وبالتالي react ستقوم بعمل replace للقيمة 6 بالقيمة 42 فالمفروض عندما نقوم بعمل الضغط على هذا button increase ستكون لدينا القيمة 42 وارباً وارباً ترجمة نانسي قنقر